اشتركوا في القناة يبغي الصالح العام تبقى للظروف اللي هو موجود فيها وتبقى الامقانيات المتاحة فتما تيجي تقيم اي مرحلة من مراحل الوزراء يعني ما يجيش مساء الوزير كان موجود ايام خمسة وعشرين هناير وتيجي تقرنه النهاردة وعمل ايه وما عملش ايه دي كل مرحلة لها مرحلة وتقيم تبقى للمرحلة الموجودة فيها التغييرات الوزارية المتسارعة والمتلاحقة دي هل هي في صالح قطاع الزراعة في مصر او في صالح مصر بشكل عام والله اللي يجاوب على كده اللي بيعملوا التغييرات لانه هو دلوقتي انت بتغير قيادات لكن الاساس او السيستم موجود موجود قيادة دي مشت جي غيرها السيستم موجود شغال يعني بالفرض انا مكلف هنا بالإدارة المركزية انا مشيت فيه سيستم موجود غير يكمل ما فيش اي مشكلة اه بس الوزير كده ما بيقدرش حتى يطبق الرؤية الفيجن الخاص بتاعه ما بالحقش والله دي تبقى طبقا لوجهات نظر سياسية موجودة لان دايما اي واحد في منصب بيشوف اللي تحت منهم ماشي لكن ما بيقدرش يشوف اللي فوق منه بالكامل فعشان كده اللي ياخد القرار اللي هو اللي فوق ده بيبقى شايف السجادة بالكامل وشايف نواحي العوار ونواحي الصلاحية هو اللي بيقدر يختار لكن انا ما نقدرش ان احنا نقول لان انا مش شايف الوجهة بالكاملة على مستوى الخريطة لان ممكن الزراعة يبقى معاها صناعة يبقى معاها غيره يبقى فيه ارتباطات معينة انا عاوزها من الوزير ماشي الوزير ده ممكن محقق ليش الاهداف دي او حقق اهالي بنسبة او محتاج فترة بنسبة ده كلها وجهات نظر وفي العموم اي واحد في منصب انا عاوز اقول بس او اي واحد في منصب في البلد دي يهدف الى المصلحة العامة فربنا بيوفقوا للنجاح شكرا